ومنذ صباح اليوم اجتمع اهالي الشاب محمد الجواودة من عشيرة الدوايمة في ديوان العشيرة لبحث تداعيات حادثة مقتل ابنهم وفي الوقت الذي استنكر فيه ابناء العشيرة ما حدث مع ابنهم اكدوا ثقتهم الكاملة بالقضاء الاردني وقرروا تسلم جثمانه ودفنه يوم غد الثلاثاء وكان المدعي العام قرر تشريح جثة الشاب الجواودة في مستشفى الجامعة الاردنية من قبل لجنة طبية شرعية متخصصة للوقوف على اسباب الوفاة وذلك في اطار التحقيقات بحادثة السفارة اكبرنا من وزارة الداخلية ومن القضاء الاردني الذي نتفق به ثقة عالية ولا نشكك لحظة في تحقيقاته واننا في هذه الحالة لا نريد ان نخوض في تفصيلات وفي توقعات لا نعلمها يعني كل العلم وبناء على ذلك فإن عشائر الدوامة تعلن لأبنائها وللمحبين لها بأنه سيكون غدا الثلاثاء الصلاة على جثمان الشهيد محمد زكريا في مسجد الدوامة ترجمة نانسي قنقر